ينضم إلينا الآن عبر تيمز الفنان وائل جسار من بيروت يعني أستاذ وائل أهلا وسهلا بك بداية ونعزيكم ونقولكم قلوبنا معكم في الشهداء والضحايا والله يشاف إن شاء الله الجرحى ويطم من قلوبكم اليوم الإمارات أستاذ وائل تقول مجتمع الإمارات معك يا لبنان يعني برأيك كيف تتلقون مثل هكذا مبادرات أول شي تحياتي لألك وتحياتي لسعد السفير وكل اللي بديوك في الكرام اللي معك بدي أقول إنه مش جديدة على الإمارات وعى الشعب الإماراتي دعم لبنان ومشكورين على هذه اللفتة الجميلة جدا وتحيي للشيخ محمد بن زايد اللي دايماً أيدي بيضاء بالنسبة للبنان والشعب اللبناني طبعاً مثل ما عم تشوفوا لبنان عم بعاني لبنان موجوع الشعب اللبناني موجوع الشعب اللبناني بوضع يرسله مثل ما بيقولوا في كتير ناس ما عم تقدر تاكل في كتير ناس ما عندها مقوى في كتير ناس عم تستشهد يعني الله يرحم جميع الشهداء وإن شاء الله بالشفاء العاجل للجرحة فهيدي اللفتة جميلة جداً ومثل ما قلت لك منها جديدة على الإمارات وعى الشعب الإماراتي المحب للبنان والشعب اللبناني نحن دايماً منشوفوا عننا للشعب الإماراتي ومنحطوا على رأسنا لأنه لما نطلع نحن على الإمارات بيحطونا على الرحات فهذا الشعب العظيم ليس بجديد عليه أنه يقوم بهيدي اللفتة الحلوة تجاه الشعب اللبناني تعيش يا سيدي يعني بلغني قبل قليل بأن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الله يزيها خير تتبرع بـ 20 مليون دولار لصالح هذه الحملة الله يزيها خير هذه مش غريبة حقيقة على أم الشيخة الله يحفظت يا رب أستاذ وائل يعني إن شاء الله مردكم بالأفراح بإذن الله تعالى أمين يا رب أمين أمين أوقفت أعمالك أنت أوقفت حفلتك وصدرت بيان يعني نعم إش كثر مهمة اليوم أن أفعالنا وقلوبنا كذلك تكون ملتحمة في هذا الوقت هذا أقل واجب تجاه شعبي وبلدي وناس عم تدفع دم لحتى أنا عيش وكون على هذه الأرض فالشغل بيرجع ترجع تشتغل أي تاريخ بدك ولكن اللي عم بيصير ببلدنا شي صعب كتير ويعني لا يطاق مثل ما بيقوله نحن بقلب بيتنا عم نسمع كل هذه الأصوات نحن شوي بعاد فما بالك الناس الموجودين بقلب الحدث فالله يعين الشباب والشابات وكبار السن والأطفال والنساء يعني عن جد مأسات كبيرة وشغل هذا آخر همي بالوقت الحاضر لأنه في شيء أهم هو بلدنا ووجود بلدنا وناسنا أنا أحب أشكرك سيد وائل على وجودك وعلى تلبيتك هذه الدعوة وكرر اللي ذكرناه حقيقة مع ضيوفنا ومعك كذلك بأن هذا وقت التكاتف في هذا وقت اللحمة ما يربطنا كبير وكثير وعميق والمحبة حقيقة راسخة راسخة بشكل كبير فلذلك اليوم الإمارات والإماراتين كذلك يرون بأن هذا واجب حقيقة تجاه أخوتهم أشكرك مرة أخرى أنتوا أستاذ أحمد أنتوا أهلنا الإمارات أهلنا ومشي جديد علي كل شيء اللي عم تعملوا مشكورين من كل قلبي بإسمي وإسم الشعب اللبناني